ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير هنتكلم على اكتر الابراج المحسودة والمصحورة خلال شهر ابريل العام 2022 مبدئيا هو فيه فعلا ابراج هيكونوا معانيين جدا جدا بخطر الحسد والابراج اللي هتكلم عنها بالفعل لازم ان هم يركزوا كويسوا في امورهم الحياتية طيلة شهر ابريل لان العين عليهم بقدر رهيب جدا لان كمان هيكون عندنا فيه مفاجآت ايجابية وتقدم بشكل كتير متميز للابراج دي فاذا يجب الحذر جدا جدا هوضح له كل برج دلوقتي الدنيا بتاعته ماشية زي الحسد جايل ومنين هنخلي بالنقي مبدئيا نبدأ باول برج هو برج الحمد طبيعي جدا انت الشمس موجود عندك انت شخص هيكون بتميله جدا للحركة بتميله كتير الى النجاح الى التميز بالفعل بتكونوا متميزين بالفعل بتكونوا ناجحين في كتير من الامور اخبار سرة على المستوى المهني جدا 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 وده بيخلي ان تكون فيه حسد رهيب الحسد جايلك او اول ضربة من الحسد جايلك عن طريق اصدقاء العمل مش كل اصدقاء العمل دايما بيكونوا حلوين ومش كل اصدقاء العمل دايما بيكونوا وحشين لكن الفكرة كلها ان عندك تقدم بتحرزه على اشخاص وده بيأثر كتير على ان انت بيبقى فيه اشخاص بتكون لك عداوة هم بيزيدوا قره ليك بيزيدوا ان هم مش حابين التعامل او مش حابين ان انت تكون متميز فبالتالي بيحقدوا عليك وبيحسدوك فاذا في الوضع المهني لازم تخلي بالك عشان انت عندك نجاح مهني وده هيسبب ليك حسد زائد ان العين عليك بقدر عالي لان انت الشمس بالنسبة لك اول 19 يوم الشمس موجودة منوراك كده عارف لما يبقى الدوق متسلط على حد فبالتالي الحد ده باين اوي وواضح اوي ومتشاف اوي انت كده فنجاحك المهني متشاف اوي نجاحك الفكري متشاف اوي دعم بعض الاشخاص ليك متشاف اوي فاذا انت عندك الايجابيات دي منظور فيها بشكل كتير قوي اذا يجب التحذير جدا اذا يجب التحصين جدا اذا يجب ان انت تكون واخد حذرك من قريب وغريب من قريب وغريب يا برج الحامل لان الوضع بالنسبة لك صدقني مملة البرج التاني طبيعي كتير ان انت تلاقي نفسك موجود في الفيديو ده بس انت فعلا تاخد المركز التاني يا برج الدلو من الاكتر الابراج المحسودة طبيعي اوي لان انت بالنسبة لك تأثيرات التأثيرات مؤثرة عليك لحد 24 لحد سنة 24 بنفس الوضع بنفس ان انت محسود والعين عليك بقدر رهيب جدا جدا واحقاد ويوي واللي منك يبقى ضدك واللي منك يحسدك فاذا انت عندك ده عندك شيء مهم جدا حدث ليه علاقة ببداية ليه علاقة ببداية حياة زي مولود جديد زي بداية جديدة زي تغيير مهم جدا بيطرق في شخصيتك او على نجاح معين بتقدر تحرزه فانت عندك بالفعل قوة او تميز هيل جدا يا برج الدلو منظور بكافة الطرق لازم تكون على حذر عالي من قريب وغريب يعني لازم يبقى عندك النقطة دي جدا جدا يا برج الدلو كمان برج الدلو انت لازم تكون واخد بالك كتير من فكرة انك تكون حابب الظهور حابب التقلق الانا انت هيبقى عندك حتة حب النفس حاب ال�انا عندك عالية جدا وده بيأثر كتير في ان يبقى فيه اشخاص يشوفوا انك مغرور فيبدأوا انهم يضايقوا منك فيبدأوا انهم يغلوا عليك ويحسدوك عندك النقطة دي جدا وعندك حسد على الامر العطفي قوي لان عندك تغاير عطفي عندك رجوع عندك بداية كتير متميزة عندك ان شكلك الده اصلا متميز فانت محسود على شكلك على الوضع العطفي محسود على النجاح معني محصود على علاقاتك والتواصل الاجتماعي الناجح ما بينك محصود على بداية جديدة بتطرق على حياتك أما بالنسبة ليه بورج الحوت بورج الحوت أنت محصود كثير على الإطار العاطفي عندك حب عندك رجوع عندك بداية تمايز جدا جدا على المستوى العاطفي بتعلن عن شيء إيجابي جدا على الوضع العاطفي بتعلن عن شيء إيجابي من ناحية العاطفية خاصة بعد يوم 19 فعندك حاجة مميزة حاجة زهور إيجابي مولود في بداية حلوة جدا جدا ومتقدمة في الأمر العاطفي فرحة مناسبة سعيدة خطوبة أو جواز فإذا أنت منظور بشكل كتير قوي ومحسود بشكل كتير قوي والحسد بيأثر فيك فكرة الأبراج اللي بتكلم عنها النهاردة هي أن الحسد بيأثر فيهم بقدر عالي أما بالنسبة للبرج اللي بعد كده هو برج السور أكتر حاجة هتلاقيها بعد يوم 19 يعني بعد يوم 19 هتلاقي نسبة حسد رهيبة جدا هتلاقي أن الأضواط تتسلط نحوك بقدر عالي على رغم أن الوضع العاطفي مسبب لك أصلا أصلا أن يكون فيه أشخاص بصنك كتير وفي نفس الوقت هيكون أشخاص بصنك مش بيحسدوكو بس ده هيكون لو شافك مش عارف أن هو يصل إليك من حتة الحسد هيبدأ أن هو يحاول يأثر عليك من الناحية اللي لها علاقة بالتشويه السمعة فخلي بالكم كتير جدا يا برج السور أما بالنسبة لي البرج اللي بعد كده طبيعي جدا برج العارب أن احنا نتكلم عليه لأن برج العارب هيكون عنده بداية جديدة والبداية الجديدة بتعني نظرة لي بشكل كتير عنيفة خاصة في الإطار العاطفي الوضع العاطفي بالنسبة لك هيكون فيه ضغوط فيه كتير من المشاكل فيه كتير من الحسد خاصة ما تقولش لأصدقائك على نجاحاتك على التقدم أنت بتحرزه حاول كتير تمشي كده اللي هو عالسوكيتي كده يعني ما بلاش أن انت تعلن عن حاجة خليك ماشي مع الساكت تنجح وما تقولش توصل وما تقولش لحد ما تبقى حاجة متميزة جدا ده برج العارب جدا أما بالنسبة لبرج القوس برج القوس أنت الشمس موجودة في المنزل الخامس بالنسبة لك فإنت عندك حاجة تخص موليد حاجة تخص أولاد حاجة تخص بدايات في حاجة كمان لها علاقة بزواج أو استقرار أنت بتسعى إليه بيبقى فيه أجواء متعلقة بزي حدث جديد سواء على المستوى العاطفي سواء على مستوى استقرار سواء على مستوى مالي أو مدي فإنت تعتبر من أكتر الأبراج المحسودة لأنك انت من أكتر الأبراج اللي عندهم نوع من أنواع الحظ محسود لأن انت هتعمل حاجة محدش عرف أنه هو يعملها حاجة هتبقى لطيفة كتير وهتبقى فيها مطمع هيبقى فيها مطمع فإذن انت هيكون عندك أجواء إيجابية بتقدر تصل إلى ما تريد أو بتحقق جزء كبير من الاستقرار اللي انت عايزه وده بيأثر كتير على إنك تكون من أكتر الأبراج المحسودة يا برج القوس أما بالنسبة ليه البرج اللي بعد كده هو برج العزراء برج العزراء انت عندك برضو نوع من أنواع الحسد الرهيب جدا نتيجة إن هيكون فيه خطوبة زواج أمر عاطفي بشكل كتير واضح واضح عارف لما تبقى أكتر حاجة محسود عليها هي الحاجة اللي انت بتبقى واضحة ولو تاخدوا بالكم إن الأبراج اللي تكلمنا عنها النهاردة هم إحنا بنتكلم على الوضوح إيه بالنسبة لهم من الإيجابية لأن ده منظور كتير ليهم برج العزراء انت برج أصلا من النوع اللي بتيجي بالنظرة بتيجي بالنظرة فإنت عندك ده كتير فإنت هتكون فرحان بأمر عاطفي أو بتتباهى بأمر عائلي بتتباهى بأمر عائلي بتتباهى بأمر ما يخصك جدا جدا فلما تيجي تلاقي نفسك إن انت بتتباهى الحاجة لم الدنيا لم الدنيا لأن بالفعل هتلاقي إن انت محسود بشكل كتير رهيب جئوي وهتلاقي إن أشخاص بيتدخلوا في شؤونك وهتلاقي إن انت حابب تظهر أكثر بمظهر إيجابي فبالتالي انت بتجرجر الآخرين لأنهم ينظروا لك نظرة سلبية فلازم تكون حذر جدا برج العزراء خلي بالك إنك تجيب طاقة سلبية لنفسك طيب دول الأبراج اللي هتكلمنا عنهم اللي هم عندهم نسبة حسد رهيبة جدا جدا ومتأثرين كتير في إبريل لكن خليني أوضح لكم حاجة كتير مهمة في برج الميزان برج السرطان برج الجادي الأبراج دي منظورة بقدر عالي طول الوقت طول الوقت لكن على إبريل يعني في شهر إبريل هيكونوا عايزين يداروا نفسهم بيحاولوا إن هم يداروا نفسهم بيحاولوا إن هم ما يجيبوش العين والنجمة لنفسهم فبالتالي هم محسودين ولكن جزئية عارفين يداروا نفسهم فهميني يا أصد إيه؟ برضو نفس الموضوع في برج الأسد الشمس الموجودة في برج الحمل بتأثر كتير على برج الأسد بتخليه إنه هو يكون برضو منظور بشكل كتير قوي في حياته ولكن هيكون برضو بيداري نفسه يعني برضو بيحاول إنه هو يداري نفسه زي ما تقولوا كده إن فيه كتير من الأبراج اللي حاب إنها هتداري نفسها وفيه بعض الأبراج اللي هم حابين إنه هم يزهروا إيجابيتهم فإذاً ده بالنسبة لأكتر الأبراج المحسودة طب لو أنا عارفين هكلمكم على الطاقة السلبية مين أكتر الأبراج اللي بيجيبو لنفسهم الطاقة السلبية يعني ايه بيجيبو لنفسهم طاقة السلبية طاقة السلبية اللي بتعني ميرايا اللي بتيجي من ميرايا اللي بتيجي من الكلام عن النفس جدا اللي تقارك لي عوالم أخرى يعني اللي بيكلموا كتير على حاجة تانية برج العزراء وبرج الصور جدا لازم يخلي بالهم قوي قوي وبرج العقرب وبرج الحوت نفس الكلام يعني اربع ابراج من اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي برج السور والعقرب والعزراء والحوت هم اكتر الابراج اللي ممكن يجيبوا طاقة سلبية لنفسهم جدا 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 فاذا لازم نكون حذرين من الكلام من المراية من ان احنا نكون متأثرين ولازم تبقوا كمان محصنين نفسكم طول الوقت تبقوا على طول على ذكر جدا جدا لان كمان احلامكم بتبقى فيها كتير من الحاجات اللي مش لطيفة فلازم تكونوا اخذين بالكم كويس قوي قوي من نفسكم تكونوا محصنين نفسكم كويس قوي عامة انا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده ولكن بتمنى كتير اني اكون في التقوم بتمنى كتير ان انتوا تكونوا محصنين نفسكم خلال الشهر ده ما تنسوش لايك وشيل اشراك في قناة تفعيل الجرس سلام